موسيقى ستكون مفتوحة لجميع شباب وفتيات مدينة الجديدة بالإضافة إلى أن تتوفر هذا المركب أيضا على قاعة للسينما قاعة المسرح قاعة للمطالعة بالنسبة للأطفال بالإضافة إلى مجموعة من المرافق أخرى أنفس بلس جد للمركب ثقافي بشأن نديروا واحد للجولة قصيرة ونتعرفوا على أهم المرافق رفقة أستاذ أمال الساخي موسيقى 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 أستاذ أمال عطينا واحد نبدأ على المركب الثقافي عبد الحق القاديري بمدينة الجديدة هذا المركب الثقافي عبد الحق القاديري بمدينة الجديدة هو أول مركب ثقافي بهذه المدينة مستقر بين تبنى هذا المركب الثقافي؟ تم انتهاء من بنائه سنة 2016 وابقى الافتتاح الرسمي دينات المركب الثقافي إن شاء الله قريب وشنال شكو الفئات المستهدفة للأدل المركب الثقاف وش تلاميذ ولا جميع السكان سامالينة؟ بالنسبة للفئات المستهدفة من طرف المركب هو جميع الفئات هناك مكتب للأطفال ومكتب للإلكبار يعني كي يستفدوا منها طلبة وتلاميذ ومتقاعدين وموظفين يعني جميع الصفات بجميع صفاتهم يضم مجموعة من الكتب في عدة مجالات بحل التاريخ الجغرافية العلوم العلوم الفيزيائي العلوم الريادية وكذلك الآداب والكتب متنوعة في عدة مجالات والدين واللغة والعلم السوسيولوجية والفلسفة يعني الكتب هو شامل ويضم مجموعة من الكتب وأمهات الكتب وفي مجالات مختلفة هنا كيضم هذا المركب بجاناح خاص بقاعتين للسينما الفوق وكين هناك قاعة ديال المسرح هذه الصالة ديال المسرح كيتضم يمكن لها تهز 400 شخص باقي الأشغال شريفة باقي الأشغال شريفة باقي الأشغال شريفة المغاربة وبالنسبة الجديدة باستفاة خاصة نحن الآن نتواجد بمكتبة لأطفال هذه الجناح مخصصة للأطفال الصغار وهذه المكتبة تضم كتب للأطفال وأول مكتب للأطفال في مدينة الجديدة يعني الكتب ستجيبوهم للمركبة بالنسبة للكتب في طور الإنجاز يعني باقي كان نخدمو فيهم لسخولة مالي كوتو إن شاء الله كانت واجدوا الآن في ورشة للرسم والشطرنج والموسيقى هذا المكان فهو مخصص للذين يريدون أن يتعلموا والشطرنج أو الموسيقى أو الرسم وش تكون الأدلقاء مفتوحة لوجه الناس بالمجان ولا بالفلوس ولا ضروري غاديكون واحد ثمن رمزي سنوي بالنسبة للشطرنج والرسم والموسيقى يعني غاديكون واحد ثمن رمزي سنوي في متناول الجامعة كما قد يضم المركبة مقهى إن شاء الله غايتبتتح في وجه العموم وخاصة رواد المكتب والسينما والمسرح وغايتكون بأتمينة مناسبة للجامع الفئة سواء الطلبة أو تلاميذ أو عموم كانت واجدوا الآن في المكتبة هي تضم طابقين طابق الأول للقراءة والطابق الثاني وتضم عدة كتب وكل الكتب مصنفة تصنيف ديوي يعني تصنيف عالمي بحل العموميات وأديان وعلوم العلوم الاجتماعية وكذلك اللغات والأدب وكذلك الكتب لزوف كمبليت يعني المجموعات والتاريخ والجغرافية وكذلك كتواجد الفوق صال ميدياتيك التي انشاء الله ستتعقل فيها الندوات والأنشطة التقافية وعند كانت واجد كانت واجد كانت واجد كانت واجد صنطر قوبي بره